أنا محبش أبدا أن أقف أصدر غابات أولادي أنا عشان كده جايل حضرتك النهاردة يا بابا إيه برحيم عايز تتجاوز إنت كمان؟ لا أتجاوز إيه؟ أنا عايز أسافر عايز أسيب البلاد دي ليه؟ ماما نونة قالتلي أنك حالت كويس في الامتحان يعني إن شاء الله هتنجع وأكيد هتلاقي وظيفة أنا حاسني مخلوق من كل حاجة حوالي يا بابا أنا جيت لك النهاردة لأني خلاص ما ليش حد في الدنيا روح له غيرك طبعا أبراهيم أنا همك اللي راح تتجاوزت على الكبر دي مخها ترقع خلاص وإيه ده اللي راح تتجاوز مش كنت تتعقلها أبراهيم وهي أمي لوحدها اللي بتتجاوز يا بابا مصدك إيه يا بابا؟ ده بتلاقح كلام عليها؟ هتتعمل زي أخوك حسام؟ على فكرة مفيش مخلوق في الدنيا لو حقق يحاسبني على تصرفاتي أنا ما صوتش حسبك يا بابا وما العادي إيه بالزبط؟ قول بقى بسرعة عشان أنا عاصة بالنهاردة وروحي في منخيري عايز تسافر تسافر مطلوب منه إيه تاني؟ تساعدني أساعدك إزاي بأنا مفيد إنك تسافر يالا سافر هو الصفر ده ببلاش مش عايز فلوس أه ما تقول كده بقى من الصبح يعني أنت جاي عشان تاخد فلوس لا يا بابا أنا مش جاي عشان أخد فلوسه بس أنا ابنك ومن حقي أطلبانك اللي أنا عاوز بس أنا ما عنديش فلوسه بلايه أنا ظروفي منيلا بستين نيلة ومحدش حاسب بيه المحالة ده محجوزة عليها عليها شي كانت توديني السجن وكل واحد عنده هم يجي يرميه في وشي تطاقق في دماغك إنك تسافر هات فلوس يا بابا عشان أسافر بابا يجي في فلوس منين مش مهمة تطاقق يباوا يجي فيا بابا امام أهلا امام أهلا تطاقق يجي فيا تطاقق يجي في منطقة تطاقق يجي في سنقك